نتحدث عن الأبيات السابقة للجعفي لما قال إني رأيت الخيلة عزاً ظاهراً تنجي من الغمى ويكشفنا الدجا هذه القافية تسمى المقصورة أنا شخصياً لم أكن أستسيغها وأشعر أنها ليست بشعر لأنها لا تعتمد على حرف قبل حرف الألف المقصور الألف المقصور أو إذا كان الممدود فقد قرأت قصيدة المتنبي مقصورة المتنبي فشعرت أنها كذلك ليست بشعر حقيقي تفتقد إلى القافية حرف الألف لوحده لا يمكن أن يكون قافي إذا كان ممدود لا يمكن أشفر أنه لا يمكن حتى قرأت مقصورة الجواهر فآمنت بالمقصورة وعلمت أن هذه القافية شعر حقيقي يمكن أن ينتج منه الشعر يباهي كل قواف الأخرى بل فيها طرب لا يوجد بغيرها بالذات إذا كتبت على البحر الذي كتب عليه الجواهر الجواهر كتب مقصورته على المتقارب فعول 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 لما قال برغم الإباء ورغم العلا ورغم أنوف كرام الملا ورغم القلوب التي تستفيض عطفا تحوطك هوط الحما وإذ أنت ترعاك عين الزمان ويهفو لسمعك ويهفو لجرسك سمع الدنى تروح على مثل شوك القتات وتغدو على مثل جمر الغضاء دريئة كل جذيم اليدين رمى عن يدي غيره إذ رمى إلى آخر القصيدة وهذه القصيدة من عيون شعر الجواهري يجب أن تقرأ من أراد أن يقرأ الجواهري يجب أن يمر على المقصورة لا يمكن أن تقرأ شعر الجواهري بدون أن تمر على المقصورة وقد كتبها في قرابة 1400 بيت طويلة جدا لكن سابقا لم يكن لديهم مثل ما لدينا الآن أجهزة تحفظ عليها فكتبها على ورد وكان ينقح فيها ويعدلها في سطح بيته فهبت رياح حملت نصف القصيدة وذهبت بها لكنها أبقت لنا نصفا جديرا بأن يكون شعرا جميلا ترجمة نانسي قنقر